مرحبا و سعى الله و قاتلكم بكل خير خلونا ندخل في مراجعة بشكل مباشر نحاول نغطي فيها أغلب الجوانب المهمة التي تتعلق بطاحونة اليوريكا توم 75 الطاحونة من الطواحين الممتازة والجميلة تعطي نتائج رائعة جدا لمشروبات الاسبريسو والحليب مناسبة لأغلب مكائن القهوة الاحترافية والنصف احترافية والغير احترافية طاحونة جميلة بكل المقاييس يعيب هذه الطاحونة فقط موضوع هدر البن أثناء الاستخدام لأن الطاحونة مصممة جاي معها طبعا باتش هوبر كبير يأخذ كمية بن وتحتاج إلى قوة دفع لحبات البن عشان تكون قوة الدفع متساوية مع الترس عشان تعطينا تناسق جميل أثناء طاحونة فهذه المشكلة يعاني منها الكثير أنها تسبب هدر للقهوة المستخدمة أنا الحين جاي أبغى أحضر كوب واحد قهوة أبغى أحضر لي شتى واحد اسبريسو أضطر أني أعبي الهوبر وبعد ما أعبي الهوبر أطحن بس مقدار الشتى الواحد سواء كان 18 و20 أستخلص قهوتي بعدين أضطر أني أأخذ القهوة هذه ورجحها في الكيس وإذا نسيتها نشفت عليها وفقدت قوامها وجماليتها هذه المشكلة نعاني منها بشكل كبير نحن كربواد ومستخدمين لطاحونة اليوركا أتوم 75 فنضطر أنه ببعض الحين نستخدمها كسنجل دوز لكن النتائج تكون غير مرضية بسبب أنه يحصل تطاير لحبات البون أثناء الطحن تعطيك تناسق غير موزول الاستخلاص راح يكون معاك في شنالينج واستخلاص غير احترافي فخلونا نراجع مع بعض هذه الطاحونة باستخدام هذه الهوبرات هذه عبارة عن هوبرات سنجل دوز هذه عينة من الهوبرات سنجل دوز للطاحونة بتكلم بطريقة شوي مفصلة حول مدى فاعليتها مدى جدواها هل تغنيك عن استخدام الباتش هوبر أو لا ونحاول نجرب مع بعض نفلس حبات البون ونستخلص مع بعض طيب في البداية خلونا نثبت المعايير اللي بنستخدمها عشان تكون مقارمتنا أو مراجعتنا عادلة أول هذه المعايير أنه بنثبت نوع البون المستخدم في المراجعة سواء للباتش هوبر أو للسنجل دوز هوبر حنثبتها عشان ما يعطينا أي تباين في درجات الطحن ثانياً حنثبت نسبة أو درجة الطحن المستخدمة ثبتناها على الصفر عشان نشوف الفروقات على نفس الدرجة ونفس المحصول الشيء الثالث حنثبت البروفايل المستخدم أثناء الاستخلاص أنا برمجت هنا بروفايل بروفايل الرقم 2 برمجته بحيث أنه أعطاني استخلاص جميل حنثبته لكل الاستخلاصات اللي حنستخدمها مع كافة الهبرات الأمر الرابع حنستخدم هذه الأداة اللي هي الكروغ لعملية كما يقال فرز حبات البون بعد الطحن ونشوف نسبة الفاين والسوبر فاين حنتبع التعليمات اللي موجودة هنا هم حددون هنا الاسبرسو مثل ما هم ذاكرين في ديل الاستخدام مقاس الفلتر الخاص بالاسبرسو 250 إلى 500 فحنستخدم هنا في الجهة العلوية الـ 500 اللي فتحاتها والمسامات فيه تكون أكبر شوي وتحت الـ 250 طبعا الـ 500 تعتبر يعني مسامات صغيرة جدا للاسبرسو والـ 250 تعتبر أكثر يعني ضيق فاللي حينزل تحتها يعتبر سوبر فاين يعني هاته الدرجة المعقولة ما بين الـ 500 هو الـ 250 فاللي حيبقى هنا واللي يبقى هنا هو الطبيعي لازم يكون عندي في الاسبرسو نسبة فاين الفاين مطلوب في الاسبرسو عشان يعطيني مقاومة أثناء الاستخلاص فالفاين اللي حيجيني هنا هو المطلوب ولكن يكون بنسب يعني معقولة ولا تكون نسبة تتجاوز يعني ربع الكمية وهنا حيكون باقي البن المطحون اللي بالنسبة المطلوبة وحنكتب بعد ما ينتهي من عملية فرز البن نسجل كل الأرقام اللي طلعت معنا في هذا التقرير المبسط عشان ناخد فكرة عامة عن النتائج اللي طلعنا فيها فكرة التقرير انه حنستخدم الباتش هوبر وهو مليان فل كميعيارنا الأساسي أو مقياسنا الأصلي ونطحن فيه 20 جرام نفرز البن ونسجل عندنا هنا كم طلع فاين وكم أعطتنا سوبر فاين على ضوءها حنستخدم نفس الباتش لكن حنستخدمه سينجل دوز حنحط فيه بس 20 جرام بس ونطحن ونشوف كم حيطل معنا الفاين والسوبر فاين وبعدين نفس العملية حنكررها مع الهوبر الخاص بمتجر اتساي والهوبر الخاص بمتجر يونيك ونسجل هنا الفاين والسوبر فاين هو اللي يهمنا في التقرير هذا كم طلع معنا الفاين وكم سوبر فاين وعلى ضوءها نستطيع نقال وبعدين حنستخلص شاتي سبرسو باستخدام كل هوبر من هذه الهوبرات وحنشوف مدى جدوى استبدال هوبر الباتش هوبر بالسينجل دوز هوبر ونتابع مع بعض هذه الفكرة الأساسية حنبدأ بأول وحدة ونشرح والمراجعات الباقية حتكون بشكل سريع عشان ما تطول معنا السينابات وفي الأخير حنلخص المراجعة كاملة طبعا عملية هذه بتحوس المكان فعشان كده نحاول قدر المستطاع يعني يكون منطقة أو مساحة العمل محصولة عشان ما نحوس الدنيا في البداية بنملة الهوبر كاملا عشان نسجل على الرقام الأساسية اللي حربني عليها المراجعة صفرنا الميزان ونطحن أول 20 قرام لحال قدر المستطاع أتقيب بال20 دراما 20.7 20.2 20.2 طبعا عملية الفرز أو نخر البن يأخذ إلى حدود 60 ثانية فالطريقة هذه الغرض منه أنه قدر المستطاع نحاول نتكفك جزيئات البن المطحون ونشيل الهوى لبينهم عشان يعني تكون عملية الفرز صحيحة تقريباً تقريباً وهنا إذا نزل الشيء هنا فيعتبر يعني هذا الفاين وهذا إذا نزل هنا شيء يعتبر السوبر الفاين السوبر الفاين هذا غير مرغوب يفترض أنه يكون في عندي سوبر الفاين عالي الدرجة بين هذه وهذه تعتبر مقبولة هذه الدرجة الطبيعية للإسبريسو وهذا الفاين اللي يعطيني عامل المقاومة أثناء الاستخلاص فيعتبر هذا طاحن ممتاز ومستويات ممتازة خلونا نزلها ونشوف طبعاً سوبر فاين يعتبر ما في كان ما في سوبر فاين في فاين يعني نظيف جداً هذه بواقي لا تكاد تذكرها نصفر هنا خلوني أسجل الفاين كم طلع مع آية هاو قدر المستطاع ننظفها وننزل كل ما فيه عشان تكون قراءاتنا دقيقة شوية تقريباً أربعة جرام للعشرين جرام لطحنتهم أربعة جرام يعني ما تجاوزت ربع وزي ما ذكرت في السابق يعني الكمية السوبر فاين في المجمل ما تجاوز ربع الكمية يعتبر شيء ممتاز وجميل لاستخلاصات الإسبريسو الإسبريسو دائماً يحتاج إلى الطحن الصحيح الإسبريسو ومعها كمان فاين عشان يعمل عملية مقاومة لأثنان الاستخلاص فالحين بنسجل المعلومات التي ظهرت معنا هنا أربعة جرام ظهر معنا أربعة جرام فاين لكن السوبر فاين زيرو ما في نشوف الحين سنستخدمه كسنجل دوز ونستخدم باقي الهوبات طيب الآن فضيت الهوبر فضيته كلياً خلاص أتأكد أنه ما في هاي شي عالق وأوزين 20 كرام وأستخدم الباچ هوبر كسنجل دوز هوبر أشهي أشهي الفاصل نين نفس العملية نكررها الآن نبدأ نفرز بقاها مطحونة دقيقة من الرجل ونرجع لكم إن شاء الله طيب طيب الآن انتهيت برضو كسوبر فاين ما في خلنا نشوف كم طلع معاي الفاين لو نلاحظ هنا الفاين طلع معاي ثلاثة ونص يعني باعتبر أنه يكون مثلا ثلاثة فاصل اثنين بحكم وأنه كان هناك في اثنين من عشر زيادة نسبة هذه قد يمكن يقول واحد والله الفاين هنا جاي قليل إذن ممتاز لا هذا غير جيد في استخلاصات الاسبرسو هذا يعطيني إشارة إلى أنه في هنا جزيئات كانت كبيرة هذه الحبات الكبيرة التي لم تساوت وما أعطتني نسبة الفاين المطلوب بتسبب لي الشنلينج في أثنان الاستخلاص لأنه في مسامات ستكون كبيرة شوية سينزل منها الاستخلاص بشكل أسرع لا يكون في مقاومة كافية لأنه السوبر فاين أو العفر الفاين قليل جدا فهذه النسبة تعتبر من 4 إلى 5 إلى 6 يعتبر شيء ممتاز وجيد للاستخلاص يعطي مقاومة جميلة ويعطي استخلاص جميل ورائع في الاسبيلس تحديدا غير الفلتر الفلتر يختلف يعني عن هذا الأمر لكن هذا يعتبر أنه في عدم تناسق في الحبات الطبيعية أو درجة الطحن التي أكبر من هذه هذه لو فرزناها في مقاس أكبر سيطلع منها كمان شيء كبير نستخدم الهوبر ونستخدم هوبر متجر اتساية أو تي نفس الحقيقة نأخذ 20 جرام منحط أيضا نكلا موسيقى أيضا أكبر قصه نحط نحط موسيقى الآن برضه السوبر فاين ما فيه هذا شي جميل خلنا نشوف نسبة الفاين اللي موجودة لو نلاحظ هنا جمالية الطحنة وتنسيقها أو تناسقها حتى بالملمس كانت أفضل من استخدام الباتش هوبر كسينجلدوز كسينجلدوز كنت تمسك القهوة فتلقى حبات كأنها أكبر شوي فما فيه تناسق عالي في المستوى العالي من الطحنات الخاصة في السوء خلنا نشوف هنا كم طلع معنا وعشان كده كان الفاين عندنا قليل هناك تقريباً طلع معنا أربعة ونص الفاين أربعة ونص السوبر فاين برضه زيرو هنا كنا أربعة وزيرو ثلاثة فاصل اثنين وزيرو هنا أربعة وزيرو نشوف الهوبر الثالف دعونا نجرب الهوبر الثالف ونزن 20 غرام ونكمل ونكمل نكون عاديين 20.2 زي البقية كنا ثلاثة ィ نشوف الناتج معنا والله عملية الرجة هذه لحالها رياضة التناسق قرضه بمرة جميل الجميل في الموضوع أنه سوبر فاين الحمد لله ما فيه نشوف كم طرح معنا هنا يعني تقريبا أربع جرام أقرب ما يكون للباتش هوبر هو مليان يعني طلعت معنا أربع جرام وهنا السوبر فاين زيرو يعني طلعت معنا أقرب ما يكون للباتش هوبر هو مليان طبعا مش من العدل أن نحكم على أن سينجل دوز الهوبر يعني أداءه حيكون نفس أداء الباتش هوبر بالتمام ولكن كمقاربة بشكل كبير حتى وإن كانت الأرقام متقاربة لكن برضو الاستخلاص العبدور لكن كنتائج نقول مقاربة بشكل كبير وليست مطابقة مئة في المئة طيب خلونا الحين ندخل لمرحات الاستخلاص ونشوف الاستخلاص باستخدام الهوبرات حبدأ بشكل عكسي دام من الهوبر هذا الراكب حبدأ فيه نبدأ بنفس الباتش أوضع أفضل بنفس الهوبر نستخلص الشاتس بيرسو 20 جرام البروفار فابت في المكينة ودرجة الطحن مثبتينها على الصفر علشان نشوف المقارنات قدر المصفر نطحن مباشرة على نطحن الباسكيت مباشرة المكينة البك ADAM product بالبراحة المباشرة この الأ نه van المصفر 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 الحرب تورو طبعا باستخدم هذا المفكك مفكك التكتبات تبع ديسينت والفورستامبر موزون جاهز هو اللي حكبس فيه لكل الاستخلاصات نثبت الجوال على القروب ونشوف الاستخلاص اشتركوا في القناة 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 قاومة ناتجة عن تضييق المسافة بشكل كبير بحيث أن العصر تعمل عملية ضغط الهواء بحيث أنها تضغط على حبات البن بشكل ممتاز كنت في تواصل مستمر مع الأخ معاذ حول بعض الأمور الفنية في التصنيع وذكر لي أيضا موضوع الوزن والتضييق وذكرت عن موضوع الرزن ليش ما يحط في هذا المكان أو في هذا المكان نفس الفكرة الموجودة هنا فذكر لي أنه المسافة اللي ما بين العمود والعنق يعني جاية متطابقة تماما فما في مجال أنه يعني ترجع حبات البن أو تعلق بشكل أو بآخر أيضا حتروح خاصية الضغط الهواء الجميلة الموجودة أثناء الطحن فيعطيهم العافية طبعا هذا بعد تجارب عديدة وتعديلات كثيرة استمرت لأشهر كثيرة حتى وصلوا لهذه النتيجة الجميلة والتي تعطي نتائج مرة رائعة أحطركم رابط المتجر لمن أراد أنه يستفيد ويوفر الهدر ويطلع بنتائج ممتازة ومرضية أحطركم رابط المتجر وكمان عليها كود خصم وشحن مجاني طبعا السعر هنا يطلع بعد هذا الخصم قرابة 190 أو 199 في هذا الحدود والشحن كمان مجاني بينما هنا تطلع بحدود 400 ريال ونتائج في المجمل بين العينتين يعني شبه متقاربة مع تفضيل شخصي أنا لهذا النوع لإضافة عنصر التجويف وكمان الوزن وخاصية ضغط الهواء اللي موجودة بسبب تضييق المسافة في العنق إن شاء الله تكون مراجعة مفيدة نعتدر إنه طولنا كثير ولكن هذا الموضوع يهم بشكل كبير ملاك الأتوم 75 لأن أكبر مشكلة نواجهها هي موضوع الهدر ويعني نوصل بأحين إنه خلاص ما تبغى تتقهوة أسبريسو ولا حليب لأنك حتضيع أقل شيء يعني 150 قرام حتضيع عليك عشان تشرب كوب واحد اشتركوا في القناة